بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أهلا بكم أبناء الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني ثانوي في الفصل الدراسي الأول موضوع درسنا هو في تدريبات على المعرب من الأفعال هذا الدرس من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آلوذيح أهداف الدرس يتوقع منك بعد استماعك لهذا الدرس بإذن الله أن تزيل الحاجز النفسية بينك وبين الاختبارات ثانيا أن توضح مفهوم المعرب والمبني في اللغة العربية وأن تبين الأفعال المعربة في اللغة العربية رابعا توضح علامات إعراب الفعل المضارع في العربية وأن تميز بين المعرب والمبني من الأفعال أخيرا توضح الفعل المضارع المعربة في التعبير الكتابي والشفهي نمهد لدرسنا بعلامات عراب الفعل المضارع صحيح الآخر الفعل المضارع صحيح الآخر يرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجزم بالسكون فتقول في حالة الرفع محمد يسافر إلى أهله وتقول محمد لن يسافر إلى أهله وتقول محمد لم يسافر إلى أهله أما إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإنه يرفع بضمة مقدرة في جميع أو على جميع الحروف المعتلة سواء كان واوا أو ياء أو ولفا وفي حالة الجزم فإنه يجزم بحذف حرف العلة أي بحذف الألف أو الوا أو الياء أما في حالة النصب فإنها تكون ظاهرة على حرفي الوا والياء ومقدرة على حرف الألف ومما يدخل في إعراب الفعل المضارع الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وهذه الأفعال ترفع بهبوط النون وتنصب وتجزم بحذف النون فتقول مثلا المسلمون يقيمون شعائر الله هذا في حالة رفع أما في حالة النصب تقول المسافرون لن يتأخروا عن الرحلة وفي حالة الجزم تقول المسافرون لم يتأخروا عن الرحلة لنبدأ الدرس استخرج الفعل المضارع فيما يلي ثم بيّن نوعه أي هل هو فعل مضارع صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأفعال الخمسة نأتي إلى الجملة الأولى لم تكتبوا واجبكم في البيت لم تكتبوا واجبكم في البيت أين الفعل المضارع في هذه الجملة؟ الفعل المضارع إنه هنا تكتبوا ما نوعه؟ انظر إليه إنه فعل مضارع اتصرت بهواو الجماعة إذن نوعه من الأفعال الخمسة نوعه من الأفعال الخمسة ما هو إعرابه؟ لم حرف نفين وجزم تكتبوا فعل مضارع مجزوم مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واعلم بني الطالب أن الواو هي الفاعل فنقول في إعرابها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهذه الألف التي تراها تسمى بالألف الفارقة هذه الألف تأتي بعد واو الجماعة المتصلة بفعل لم تكتبوا واجبكم في البيت واجب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح وهو مضاف والضمير المتصل في محل مضاف إليه مجرور في حرف جر والبيت اسم مجرور نأتي إلى المثال الثاني يدعو المؤمن ربه يدعو المؤمن ربه الفعل المضارع هو كلمة يدعو ما إعراب يدعو لننظر إلى نوعها إنه فعل مضارع ولكن هذا الفعل معتل الآخر انظر إلى حرف الواو ما هو الفعل المضارع المعتل الآخر هو كل فعل مضارع اتصل بآخره واو أو ألف أو يا تسمى هذه الحروف حروف العلة ما عداها فإن الفعل المضارع يكون صحيحا إذن الفعل المضارع هنا معتل الآخر بحرف الواو هل هو في حالة رفع أم نصب أو جزم إنه لم يسبق بنصب ولا جازم إذن يعتبر هذا الفعل في حالة رفع إذن سوف أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل لو وضعنا الضمة هنا أصبحت الكلمة ثقيلة إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة نأتي إلى المثال الثالث يكرم الرجل الضيفة إكراما يكرم الرجل الضيفة إكراما إن الفعل المضارع بالتأكيد سوف تقول بأنه يكرم وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه فعل مضارع صحيح الآخر الرجل هو الفاعل والضيف مفعول به إكراما إذا تكرر المصدر عن فعل قبله فإنه يكون مفعولا مطلقا إذن يكرم فعل مضارع صحيح الآخر لماذا؟ لأنه انتهى هنا بحرف الميم والميم ليس من الحروف الثلاثة الألف والوا واليا بينما هنا ختم الفعل بفعل مضارع وختم بالواو والواو هي من حروف العلة ولا نقصد بالواو واو الجماعة هنا فهذه واو الجماعة تصدف الفعل المضارع تعد من الأفعال الخمسة نأتي إلى المثال رقم أربعة هل تحفظين كتاب الله؟ هل تحفظين كتاب الله؟ هل كما تعلمون حرف استفهام مبني على السكون تحفظين هذا هو الفعل المضارع انظر إلى هذا الفعل تحفظين إنه فعل مضارع اتصلت به هنا الياء وتسمى هذه الياء ياء المخاطبة إذن يعد هذا الفعل من الأفعال الخمسة هنا اتصل بالفعل المضارع واو الجماعة وهنا اتصل بالفعل المضارع ياء المخاطبة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة إذن هذه تدخل ضمن الأفعال الخمسة وإذا رأيت النون فاعلم أنه في حالة رفع لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون إذن هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والفاعل هي الياء التي اتصلت بالفعل هل تحفظين كتاب الله كتاب مفعول به ولفظ الجلالة في حالة جر مضاف إليه نأتي إلى المثال القامس لترضى بما قسم الله لك اللهم اجعلنا من الراضين لترضى بما قسم الله لك الفعل المضارع يا ابني هنا اتصل بهذا الفعل كما ترى لترضى لام تسمى هذه اللام لام الأمر وهذه اللام يا ابني تعد من الحروف التي تجزم الفعل المضارع أصلها ترضى يأتي بعدها ألف فإذن يعد الفعل المضارع هنا معتل الآخر ونحن قلنا بأن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر فإنه في حالة الجزم يجزم بحذف حرف العلة كما ترى حذفنا حرف العلة الألف وأتينا بالفتحة لتذكر بها إذن هو فعل مضارع معتل الآخر استخرج كل فعل المضارع مرفوع فيما يلي واذكر علامة رفعه في المثال الأول يحافظ الرجل على مبادئه يحافظ الرجل على مبادئه إن الفعل المضارع سوف تقول يحافظ هل هذا الفعل معتل أم صحيح الآخر حرف الضاد ليس من حروف العلة إذن هو صحيح الآخر والفعل المضارع صحيح الآخر تظهر عليه الضمة فتقول يحافظ أما في المثال الثاني عندما تقول زيد ينجو من الغرق زيد ينجو من الغرق زيد اسم في أول الكلام لذا فإنه مبتدع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ينجو هو الفعل المضارع الذي نبحث عنه وهذا الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فإذن هو فعل مضارع مرفوع ولكن ما علامة رفعه هل سوف أقول بأنها الضمة الظاهرة لو قلنا ينجو لأصبحت ثقيلة إذن سوف أقول إن الضمة مقدرة لأنه فعل مضارع معتل الآخر الأفعال المضارعة المعتلة الآخر ترفع بضمة مقدرة نأتي إلى المثال رقم ثلاثة العاملان يحضران مبكرا العاملان اسم في أول الكلام لذا فإنني سوف أعربهم مبتدع مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى يحضران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ولماذا قلت بأنه من أفعال الخمسة أنظر إلى هذه الألف إنها ألف الاثنين وهذه الألف هي الفاعل إذا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن هذه الألف نعربها فاعل ويكون هذا الفعل من الأفعال الخمسة إذن يحضران يحضران علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة استخرج كل فعل مضارع منصوب فيما يلي واذكر أداة نصبه وعلامته أي علامة نصبه في المثال الأول لن ينجح إلا المجد علامة نصب هنا هي لن فلن من حروف النصب الذي ينصب الفعل المضارع أن ولن وكي ولا متعليل وهناك مواضع أخرى ولكن أبرزها أن ولن وكي ولا متعليل لأنها تنسب الفعل المضارع بنفسها إذن أداة نصب لن المضارع المنصوب هو ينجح ولماذا قلت ينجح ولم أظهرتها ولم أخفي ظهورها لأن الفعل المضارع هنا صحيح الآخر قلنا بأن الفعل المضارع صحيح الآخر تظهر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة وتظهر أيضا عليه السكون في حالة الجزم في المثال الثاني يجب أن تسعى للخير أن من حروف النصب المشهورة تسعى فعل مضارع منصوب ولكن هل تستطيع أن تظهر الفتحة كما أظهرناها هنا لن تستطيع وذلك أمر متعذر لذا فإن الفتحة سوف تكون مقدرة نأتي إلى المثال الثالث اجتهد كي تنجح اجتهد فعل أمر اجتهد فعل أمر وكي هي علامة النصب أو أداة النصب تنجح أصلها تنجحان حذفنا منها نون لماذا حذفنا النون لأنه من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون إذن تنجح أصلها تنجحان وهي من الأفعال الخمسة هذه الألف هي الفاعل بعد أن انتهينا من الأفعال المضارعة في حالة الرفع والنصب ننتقل إليها في حالة الجزم في المثال الأول لم يسافر أبي إلى مكة لم هو حرف الجزم فهو حرف نفي وجزم المضارع المجزوم هو ما بعده يسافر وقلت يسافر ولم أقل يسافر أو يسافر لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون فهو فعل مضارع صحيح الآخر أما في المثال الثاني لا تشركوا بالله شيئا فإن أداة الجزم هي لا الناهية والفرق بين لا الناهية ولا النافية أن الناهية تنهى والنافية تنفي خبرا سابقا والناهية تجزم والنافية لا تجزم تقول لا تشركوا بالله شيئا المضارع المجزوم هو تشركه وهذا المضارع اتصلت به واو الجماعة لذا فإنه من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بذبوط النون وتنصب وتجزم بحذف حرف النون إذن هنا مجزوم بحذف حرف النون والواو هنا هي الفاعل في المثال الثالث لتعطي الفقيرة صدقة اللام هنا يا بني تسمى لام الأمر ولام الأمر من الحروف التي تجزم الفعل المضارع لتعطي يأتي بعد الطاء حرف الياء ولكننا حذفنا هذا الحرف لماذا حذفناها لأنه من حروف العلة وحروف العلة في حالة الجزم تحذف إذن نقول لتعطي فعل مضارع من الزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر إذن بني الطالب بذا أختم درسي وألخص ما مضى جميعا فإنني أقول إن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون أما إذا كان معتل الآخر فإنه يرفع بضمة مقدرة ويجزم بحذف حرف العلة وينصب بفتحة ظاهرة على حرقي الواو واليا أي الفعل المضارع المعتل بالواو أو اليا ولكنها مقدرة على الألف أما إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد مختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر